أولي الزمالك أفى الموضوع أنه يجي مدرب أجنبي وكابتن معتمل جمال مكمل ولا لسه كسة المدرب الأجنبي دي قائمة ماشي بس هو كولر هيستمر اليناير لما أمر كمال يجي إيه اللي يمنع ماشي طب خلينا من هنا اليناير نروح للمدرب الأجنبي في الزمالك أستنى بس هنروح بس للمدرب الأجنبي في الزمالك أستنى بس هوا مين لك لانا هروح أه بالزبط هل أنت تنمي الكومبيلا وتجري الله أعلم يعني شاكري مارسي القرى ممكن ما يكملش يناير وارد بقوة وارد بقوة طبعا أصلي ما يكملش يناير هو ممكن يكون معندوش معلومة أن في كس عالم الآلا يلعب البداية بطول كس عم تبدأ يوم 12 الآلا عنده ماتش يوم 15 مع الفايز من أوكلند دل هو إمتى 15-15 ماشي أنا بقول لك يناير ثواني طيب انت بتقول لي هيقعد اليناير يعني عنده كس عالم يعني في كس أمم أفريقي الرغل مش ممكن يجي لفترة ديت ويمشي أو بعد انتهاء مشاركات الآلي في كس عالم الانديم مكة الزابة مكة الزابة يخلص كس العالم هيطلع منها على طول على بوزابيا عشان السوبر المصر عنده بيرامت وعنده سرابيكا وعنده فيوتر لا أعرف كلم على فاطئة كس الأمم الأفريكية ممكن يمشي فيها خلاص نعرف منه المعلومة بقى معلوماتك بزنواري لا الراجل في عروف بتجيله خالجية والراجل بيفكر ووكيله بيفكر ووارد في أي وقت يتحركوا ده اللي أنا عارفه طيب إزا مالك طيب نروح للمدير الفنينة طيب نروح للمدير الفنينة لا بس ما فيش الكلام ده أنا متأكد يعني ماشي وإن كنت ميل لهوالي شوية لا أنا عارف إنه راجل مكمل عصر راجل راح يلعب كاس عالم أندية ماشي محدش أل حاجة مابعد بس يعني كده كده وكذلك اللي أنا يعود معي وطالب هاو كده كده فيه قعدة يوم الحد اللي عادة دي هيتم فيها حديثة عندها عشان كده كده وكيل كولر فعلا عمالي يلفل يلفل دي نوع على كل شوية كل شوية يلميله عرض يقول له فيه واحد نادي هنا نادي هنا الراجل متمسك مازال فيه بالنادي الأيل عشان يبقى عضحين بس إيه اللي ممكن يتغير الله أعلم يعني خلينا خلينا لحد ما نشوف هنتكلم على القعدة دي وقولك المحاور فيها